اشتركوا في القناة 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 ايه الدينامو ده مش قريبة هنقول المؤلد الدينامو بطالة العربية بتديروا ايه بديلوا حركة بناخد منه كاربا ده التعريف الشعبي بتاعنا بالنسبة لنا احنا كناس فنيين هنقول ايه المؤلد هو الى ونركز قوي كلمة الى لان كلمة الى معناها ان في جزء سابت وجزء متحرك اما جهاز اه اجزاء ساكنة زي برافاريكو المحول الكارب هو جهاز كهرومغناطيسي ساكن يعمل على رفع وخفض عناصر القدرة الكاربية مع ثبات الترب يبقى فيه فر مبني ما بين كلمة الى وكلمة جهاز الى الى اللي هو المؤلد الطافقي المحرك الطافقي المحرك الاسنتاجي يبقى تعريف المؤلد هو الى تحول الطاقة الكاربية الى طاقة الطاقة الحركية الى طاقة كاربية تحول الطاقة الحركية او الميكانيكية الى طاقة كاربية ده التعريف العام اللي حضرتك ان شاء الله كنت درسته في اول وفتانية واحنا بنعمل تسكرة تب المؤلد التوافقي او المؤلدات عمون في نظرية بنيت عليها ما فيش اي جاز في الدنيا لما يكون فيه نظرية او ديزاينر بتاعها والتصميم موقف على ايه او اتعامل ليه هنرجع ونقول لحضرككم قانون فرضاي للمؤلد قانون فرضاي للمؤلد ديول ايه هنقولها كده وحنشاور بادينا عشان نفهمها هنقول ايه اذا قطع بصنا بنحرك سباع ازاي اذا قطع يبادي ايه برافالي حركة اذا قطع موصل ساحة مغناطيسية فانه تولد قوة دفعة كاربية تكون اكبر ما يمكن عندما تكون زاوية القطع تسعين درجة نقول لتاني تاني حاضر اذا قطع يبا ايه حركة رقم اتنين موصل رقم تلاتة ساحة مغناطيسية منتظمة رقم اربعة تتولد ناخد بالنا بقى تتولد يبا اينا تتولد القوة دفعة كاربية بانا بتكلم على مولد تتولد القوة دفعة كاربية تكون اكبر ما يمكن عندما تكون زاوية القطع تسعين درجة قانون فرضاي كمسة عناصر لان ده حيصقنا الى سؤال ونشوف شاشتنا الجميلة هنا هتطلع علينا تعريف المولد و نظرية عمل تعال نشوفها بعد كده على الشاشة او الانوان بتاعنا المولدات التزامنية او التوافقية التاني رب عليك هو الا تقوم بتحويل الطاقة الميكانيكية الى طاقة كاربية بنية نظرية العمل على ايه ايوها تبنى نظرية توليد الطير المطرد الكاربية على قانون فرضاي للمولد انا سمعوا كده بالتسميع ها طيب نسمعوا واحنا بنكتبوا مع بعض ها هو بيقول ايه بقى اذا قطع رقم واحد موصل اتنين ساحة مغناطيسية تلاتة فانه تولد بالموصل اربعة قوة دفعك عربية تكون اكبر ما يمكن رقم خمسة عندما تكون زاوية القطع تسعين درجة يبقى قانون فرضاي ابنائنا وبناتنا كم حاجة للمولد خمسة اذا قطع موصل ساحة مغناطيسية خد بالك من الزوايا خد بالك من صوابع في الزوايا زاوية كم تسعين درجة كله بيكون متعامد عشان اقول لك في الاخر تتوالي القوة دفعك عربية تكون اكبر ما يمكن عندما تكون زاوية القطع تسعين درجة رفع لي طب انت حضرتك قلتها مرتين ليه هاقول لحضرتك يا بشمهندس يا بشمهندسة لان هاقول السؤال اللي بقى دي كده ما هي العوامل التي يتوقف عليها استنتاج القوة دفعك عربية في مواصل اقولي الاجابة والله حضرككم انا قلتهم هنا خمس انا عايز ايه القوة دفعك عربية اكتب له الاربعات تانية صح يبقى هنا لما بقول القانون وانفصره احنا بنتشرحه كده مع بعض اه لو انا عايز واحدة منه يبقى اكتب له اربعات تانية لان بعد كده ان شاء الله في نص المنهج اللي هو المحركات هنقلب القانون هنقلب القانون يبقى احنا بالنسبة لنا الرفرنس بتاعنا او الاساس في مادة الالات قانون فرضاي للمولد وقانون فرضاي للمحرك اللي جوه بالنسبة لي في المنهج زي ما خبراءنا واسازتنا في الوزارة حطوا هذا الكلام عشان يساير التطور للحديث في الحياة العملية احنا حضرتك بالنسبة لنا القيمة البشرية المهمة في الحياة تعالوا نشوف بقى العوامل توقف عليها القوى الدفعة الكارابية في مواصل مع شاشتنا كده هتقول ايه الاول جبنا رسمة بسيطة جدا نذكر حضراتكو بيها ادي المغناطيس النورس انساوس و ادي حلقتين التوصيل اللي هم ابنون عليهم حلقات الانزلاق و ادي الفرشتين الفرش الكاربونية يبقى هنا و ادي الملف بالنسبة لي الملفهم لو الملف ده لابد ان يتحرك ايوه برضو عليك برضو عليك اللي يتحرك حيديني اقصى قيمة عند زاوية 90 زاوية 90 اللي يتعامد الموصل مع خطوط الفيد المغناطيس لان ساين 90 بتساوي واحد يبقى انا هنا الحركة الموصل لازم يتحرك او المغناطيس هتشوف الانواع بعد كده طب انت بتقول زاوية 90 ليه حضراتكو طبعا درسناها في الصف التاني وحنقولها انت عندك لما بتيجي تجيب قيمة القوى الدفع الكاربية بتقول الاي مكسيمم بتساوي الاي القوى الدفع الكاربية اللحظية فيه ساين اوميجا تي ساين اوميجا تي جاء اوميجا تي السرعة الزاوية والزمن الدوري ساين تسعين بواحد يعني لو المولد بيطلع لمية في ساين تسعين بواحد يبقى مية تمام لكن لو ساين تلاتين ها بنص يبقى هاخد خمسين في المية طب ساين ستين هاخد تمنمية ستة وستين من الف من القيمة يعني هاخد ستة وتمانين فولت اقصى قيمة للقوى الدفع الكاربية عند زاوية تسعين براف عليك سواء بالسالب او بالموجب لان انا بتكلم على المولد التوافقي للطيار المطلط تمام ابسط رسمة للمولدات ننشط بها نفسنا في بداية العام الدراسي ان شاء الله بالتوفيق لكم جميعا هي الرسمة اللي على شاشتنا ابارة عن قطعتين مناطيس والملف وحلقتين الاطراب بناخدهم وبعد كده بندور المواصر او المناطيس وناخد منه الكهرباء الى الحمل اللي متمثل في الشاشة عندنا عن طريق لمبة تعالوا نشوفها تاني كده ونقول معنا الموجة الجايبية بتاعته بتقول هنا انا عندي المناطيس شمالي وجنوبي وادي حلقتين التوصيل وقادي الحمل بتاعي اللي هي تعتبر الدارة الكهربية الخارج تعالوا نشوف الموجة الجايبية اللي هتطلعها ركز معايا كده وبالك ده موجة جايبية الموجة الجايبية الايه المواصر بص كده بالنسبة لي آآ هنا من صفر ثم زاوية زاوية هنا أقصى قيمة طب دي فين قال ده في القيمة الموجبة طب بص معايا كده وهنا أقصى قيمة فين فالقيمة السالبة طريف الطائرة متردد والطائرة متردد في القيمة والإيه والاتجاه مرة موجب ومرة سالب والدليل كلامنا دايما بالدليل احنا عايزين ولدنا اكتر موهبة واكتر قيمة بشرية موجودة عندنا هم ولدنا ان يكون طالع من الدبلوم داخل المعد والكلية وتقيل في مادته فاهم وعارف وان شاء الله بإذن الله بالتوفير لكم جميع تعالوا نشوف كده زاوية التسعين دي بتيجي فين معانا على شاشتنا بصوا كده خدت بالك وجبها منين آه زاوية التسعين بصوا كده آه هي زاوية التسعين فعلا أقصى قيمة لأن ساين تسعين بكام بواحد فعلا يا فن ساين تسعين بكام بواحد طب وفين في السالب موجودة في السالب اهي يبقى مرة موجب ومرة سالب طيار مترد احنا جايبنا النهاردة علشان ايه دي موصل واجه واحد احنا لسه مشرحناش التلات اوجه نقولها تاني مبداية الحالة بنعمل تنشيط عشان نبدأ نخش المنهج على طول تعالوا نشوف مع بعض الرسمة اللي جاية هتكون فيها ايه لو بصنا على شاشتنا الجميلة هنا هتلاقي ايه ادي اليم اف قبلك هو عامل هنا ايه بص هنا النورس اند ساوز وهنا ايه الزاوية بتاعتي كام بربع عليك سفر صين سفر بسفر يعني مفيش قوة دفعة كارابية اتحرك الموصل طلقت الموجة زادت القوة دفعة كارابية زادت اقصى قيمة عندي زاوية كام اه تسعين اهي فعلا هو كتب لي هنا اليم اف الماكسمن اقصى قيمة بعد التسعين سؤال ننشط بيه حضاراتكو بعد التسعين القوة دفعة كارابية ايه اللي ولا تزيد بناتنا احسن النهاردة هو الشباب يصحب بناتناهم يقول لها لا مدام وصلت للتسعين تبتلت ايه بربع عليكم بربع عليكم قانون فرضية سابت بربع عليكم ما تقولش بقى انها زادت مية وعشرين تسعين مية وعشرين تبقى الزاوية زادت لكن القوة دفعة كارابية قلت الزاوية ما زادتش الزاوية قلت لان مية وعشرين يعني الزاوية زاعت تلاتين تعالوا نشوفها كده مع بعض يبقى عندي زاوية تسعين اداني اقصى قيمة وابتلت برافو برافو شباب نصيح ابتلت تقل وصلت لكام للمية وثمانين اه الايه مية في كام بسفر زادت بس بالقيمة الايه السالبة ميتين وسبعين اللي هي السالب تسعين تمام تديني القيمة العظمى للقوة دفعة كارابية بالقيمة السالبة برافو عليك ثم تصل الى نهاية الدورة للموجة الجايبية تلتمية وستين القيمة صفر كاينها بداية طب حضرتك بتقولي الكلام ده ليه حضرتك عشان احنا هنخش دلوقتي وهنشرح المولدات التوافقية السلاسية الاول ده معنى ذلك انه مش هيبقى ملف واحد يبقوا تلت ملفات فعلا شرط وحنبتدي انتفع علي كلنا بإذن الله بالتوفيق لكم في المعاهد وكليات وفي الحالة عملية الموجة الجايبية زاوية تلتمية وستين حطيت ملف حطيت اتنين حطيت تلاتة حطيت اربعة خمسة زي ما انت عايز صح بربو عليك ابناء نصيحهم صح اقسم التلتمية وستين على عدد الملفات الديني الزاوية وده اللي حصل في السلاسة الاول بربو عليكم بسم الله واشاء الله بدقي النشاط تلتمية وستين على تلات ملفات الفرق مية وعشرين درجة بربو عليكم بربو عليكم تمام تعالوا بقى نشرح مع بعض المولدات التوفقية الثلاثية الاول نشوفها بعد كده اول حاجة سؤال احنا سألنا في الاول العوامل التي يتوقف عليها استنتاج القوات دفع الكربية في موصل لسه هو هنقول ايه مرافو لاربع حاجات بتاع قانون فراضاي اتا حضرتك بتقول اذا قطع يبقى انا عايز اوفر حركة تمام اتنين موصل تلاتة ساحة مغناطسية تتورد القوات فاكرميرا مش عايزها ده انا عايزها فوق تكون اكبر ما يمكن لما تكون زاوة القاطع التسعين تب ما تكتبوها ولا نوريها لكم تعالوا نشوفها مع بعض كده يلا رقم واحد ماله تمام اول واحدة حركة الموصل ويرمز لها بالرمز ان وحدتها اللفة دقيقة رقم اتنين طول الموصل ويرمز لها بالرمز ال وحدتها المتر تلاتة حد يذكرني يلا برافو عليك كثافة الفدل مناطيسي ويرمز لها بالرمز بي وحدتها التسلا او الوبر المتر المربع رقم اربعة تمام جيب زاوية القاطع صين اوميجا تي الصين بمعنى الجاه والاميجا تي الاميجا السرعة الزاوية والتي الزمن الدوري طلعت على شاشتنا واحنا بنتكلم مع بعض يبقى احنا كام حاجة العوامل التي تتوقف عليها استنتاج القوة دفع كرابية في موصل افتكر قانون فرضاي قاطع يبقى معايز حركة اتنين موصل يبقى عايز طول الموصل تلاتة الساحة المنصية اربعة جيب زاوية القطع قلناهم وشاشتنا الجميلة امطلعتها لنا على الشاشة نشوفها مع بعض كده الاميجا لالسرعة الزاوية والتي الزمن الدوري طيب ايه اللي بعد كده انواع الموالدات انواع الموالدات التوافقية ابنانا وبناتنا نظرية عمل الموالدات هل بتصلح لجميع الموالدات بتصلح طب قربها يعني هي بنقول سيارة هل السيارات كلها حاجة واحدة ولا انواع انواع نفس الطريقة في الكارب الموالدات التوافقية تنقص من نوعين من حيث المنتج الثابت والمنتج الضائر عندي النوع الاولاني موالد طيار متردد ذو منتج ثابت ولو مميزات ولو عيوب وعليه سؤال وحنكتبه مع بعض والتاني موالد طيار متردد ذو اقطاب ثابتة نركز لاننا حنقول الصيغة بتاع السؤال ثلاث مرات والاجابة واحدة موالد طيار متردد ونقول لما بعد كده كان احنا عادين موالد طيار متردد ذو منتج ثابت افتكر على طول وربطه بقيمتنا في مصر السد العالي من اكبر مشاريع الطاقة الكاربية في بلدنا ربنا يحميها دايما على طول السد العالي يبقى موالد ذو منتج ثابت واقطاب دائرة افتكر على طول السد العالي تمام تمام تبدأ معناها يا حضرتك اقرأ الشاشة كده 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 بلنا يا علي هتلاقي موالد يستخدم ايه موالد يكون في عضو لاستنتاج المنتج ثابت والاقطاب هي العضو الدائر وتمتاز هذه الموالدات بقدراتها الكهربية الكبيرة قد تصل الى 1000 ميجاوات وجود يصل الى 33 كيلو بولت وهذا النوع شائع لاستعمال هنقول مميزات هذا الكلام تاب النوع التاني النوع التاني هيطلع معنا على طول موالد يكون في عضو الاستنتاج هو العضو الدائر والاقطاب المعناطيسية هي العضو الثابت ويستخدم هذا النوع في حالات خاصة جدا وبقدرات صغيرة وجهد من خفض وهو غير شائع الاستعمال الكلام ده هيسقنا الى سؤال مهم جدا خدت بالك من الموالد ذو المنتج السابت قدرات عالية وشاء الاستخدام مميزاته كتير نعم هو له عيوب بس في مميزتين مهمين جدا قدراته عالية قدراته عالية يعني معنى ذلك انه ممكن يجي لنا سؤال عليه اه يجي لك سؤال عليه السؤال اللي ممكن يجي لك حقولولك بتلت سيار شاشتنا على طول معانا بسم الله وان شاء الله حافظين الكهربة اكتر مننا في الكنترول علل يفضل ان يكون المنتج هو العضو الثابت والاقطاب هي العضو الدائر في المولادات التفقية طيب ايه رأيكو اكتب لكو الساغة التانية ايه رأيكو اكتب لكو الساغة التانية احنا هنا شاشتنا بتقول ايه علل يفضل ان يكون المنتج هو العضو الثابت في المولادات التفقية والعضو الدائر هو الاقطاب طيب ممكن يجي بصيغة تانية ويكون نفس الاجابة اه هقول لحضرتك السؤال يقول لي كده ما هي مميزات المنتج الثابت في المولادات التفقي نفس السيرة نفس السيرة تمام حاول تاني هنا علل يفضل الاقطاب الدائرة في المولدات التوافقية عندي كم سيغة للسؤال كده تلاتة يفضل ان يكون المنتج هو العضو الثابت في المولادات التفقية او يفضل ان تكون الاقطاب هي العضو الدائر في المولادات التفقية او ما هي مميزات المنتج الثابت في المولادات التفقية عشان نشرحك ان احنا لحضرتك حرسم رسم صغيرة وهشرح لكم حضرتك وطلعوا الايجابة وبعد كده شاشتنا الجميل اكيد هتطلع لنا الايجابة مباشرة لو انا عندي المولد بالشكل ده رسم صغيرة كده اذا هو يشبه المحرك في رسمته اه طبعا التركيب ونظرية العمل تختلف انت في المحرك بتدي هنا كهربا عشان المطور يدور صح في المولد هتعمل ايه هتاخد منه كهربا ده احنا متكفين على كده صح طيب السؤال معناه عشان تفهمه كويس يفضل ان الجزء ده كله يدور الجزء ده كله يدور واللي جوه الاقطاب اللي انت بتقول عليها المبينة في المحركات في الورش هي اللي تبقى سابتك لا طبعا دي مشكلة ده هتحصل معنا عيوب السؤال بيقولك ايه هي العيوب تي تاني تاني تفضل ان الجزء بتاع المولد ده كله يبقى سابت ولا الجزء الكبير ده كله يدور هتقول لي لا الجزء الكبير ده كله يبقى سابت هي دي مولدات زادة المنتج السابت ليه يبقى الثلاث سيئة بتاع السؤال بيقولك ليه ليه دي هتشوف شاشتنا هتطلعان ايه الاجابة اول حاجة ايه تعالوا نشوفها كده مع بعض سهولة تثبيت وعزد ملفات المنتج وعدل اطرافها جيدا صح جزء ده كله لو ضار بقى فيه مشكلة في عزب الملفات وتثبيتها رقم اتنين سهولة الحصول على الطيار الكهرابي المستنتج بجهود عالية ولذلك احنا قلنا يفضل نتستخدم فين رابع عليكم في السد العالي يا تمام من اطراف المنتج للدائرة الخارجية مباشرة رقم ثلاثة توفير في حجم حلقات الانزلاق وسهولة عدلها جيدا حيث تستخدم لتغذية الاقطاب بطيار مستمر داير انتكارا ذو جهة منخفض رقم اربعة الاتزان الكهرو ايه ديناميكي للآلة الآلة لما يكون الجزء الكبير دا بيدور مش عارق ومعنى مش موزونة اتزان المولد وعدم تعرض الملفات المنتج للتفكك نتيجة الحركة الضورانية بنسميها مختصر الاتزان الكهرو ديناميكي للآلة يبقى سؤالنا كان له ثلاث سياغ والاجابة واحدة علل يفضل ان يكون المنتج والعضو الثابت في المولدات التوافقية بسيغة تانية يفضل ان يكون الاقطاب هي العضو الدائر في المولدات التوافقية السيغة التالتة ما هي مميزات المنتج الثابت في المولدات التوافقية الاجابة اربع بنود قلناهم سهولة الحصول على قدرات عالية التوفير في حجم حلقات الانزلاق سهولة عزل وربط الملفات رقم اربعة عدم تعرض او الاتزان الكهرو ديناميكي لبقنا بدايتنا في المنهج بسيطة وان شاء الله المنهج بمتابعاتكم والمذاكرة تكونوا افضل الناس لبلدنا ولينا جميعا ان شاء الله تعالوا شوف بعد كده هل المولد كل المولدات بتدور بقالة واحدة لا طبعا والدليل هل الطاقة الكهربية حضرتكم كلها بتولدوها بطريقة واحدة مش فاهمين يا مصر حاضر حضرتك انت لما يجي العجلة اللي حضرتك بتسوقها فيه الشارع وبتروح بيها المدرسة الدين مبتهى برا عن ايه مغناطيس وملف وبينور لك لمبة يبقى الحركة يدوية حضرتك بتدور البدال العجلة بتدور المغناطيس بيدور بيطلق لك كهربا كبرت شوية الطاقة استخدمت العربية او الموتسيكل الموتسيكل او العربية بتدوره بايه ببنزيم او غاز او سولر بيدور المطور يدور معاه انه قولها باللغة الشعبية الدينامو بالنسبة لنا احنا الجنريتور او المولد صح؟ تمام يبقى كده عندي الاتزة الاحتراق الداخلي او الطاقة الحرارية المطور بيدور يبقى فيه تبكبرت الطاقة شوية قال لي في طاقة الرياح الرياح اه طبعا كلنا بنتفرج على التواحين الهواء بيقول فيه ناس تقول لك مهم مش فنيين يقول لك ايه ده ده مروحة في الهواء تواحين الهواء بنستخدم قدرة الله سبحانه وتعالى فيه الهواء والرياح بتدور التربين على نفس عمود الادارة نحط المولد يبقى طاقة هستردم طاقة الرياح فيه كمان اه مع تحديث العلم الطاقة النووية والحمد لله بفضل الله بفضل الله ربنا يحمي مصر واهلها اتنشأت مدرسة الضبع النووية لتوليد الطاقة الكهربية يعني حضاراتكم بتدرسوا هذا الكلام مع استمرارية التطوير من اسات زيتنا في الوزارة طب فيه حاجة تانية حاجتنا بلدنا احنا اللي احنا ابتدينا نعملها ارخص طاقة كهربية في التوليد في العالم كله مرافو عليك ما سقط المياه السد العالي السد العالي استخدام اندفاع المياه لادارة توربين يدور المولد ينتج الكهرباء لبلدنا الجميع يبقى انا عندي هنا طرق الحصول على الالة المديرة للمولدات التوافقية مقرر علينا في هذا المنهج اربعة اول حاجة طاقة الوضع اللي هي مساقط المياه رقم اتنين طاقة الرياح رقم ثلاثة الطاقة النووية رقم اربعة الطاقة الحرارية اللي هي الالات ذات الاحتراق الداخلي بيني وبينكم كده مواتير العربيات المواتير او اللي تبطل مجموعة عليها مجموعة مولد محرك في الافراح ربنا يفرح بلدنا جميعا ان شاء الله تمام بيجيب مطور ويحط عليه على نفس العمود الادارة بتاعه المولد يدور المطور تلاقي الراجل جايب معه البنزين او الجايز يدور المطور المطور بيدور يدور المولد تاخد الكهرباء كم طريقة للحصول على الالة المديرة او الالة المحركة للمولد الطافقي كم تب ما تيجي نشوفها كده يلا مع بعض كده طرق المحصول المولدات المتغير المتردد على الطاقة المحركة واحد طاقة الوضع عن طريق مصاقة المياه بيني وبينكم كده السد العالي تمام رقم اثنين الطاقة النموية رقم ثلاثة طاقة الرياح رقم اربعة الطاقة الحرارية يبقى كم طريقة للحصول على الطاقة او الالة المديرة للمولدات التوافقية اربع طرق وشاشتنا طلعتها لكم على الشاشة ايه اللي بعد كده في المولدات ليه الخضة دي اللي انا شايفها دي لا طبعا مش خضة ولا حاجة دي اشكال على الطبيعة لمحطات توليد جايبين لك التوربين اللي هيدور المولد وجنب منه المولد التوربين بالنسبة لي هنا وقادي الدينامو بتاعي او التوربين بالنسبة لي هنا وقادي الدينامو حتى تلاقي الاطراف طالعة من هنا دي صور من داخل محطات التوليد للطاقة الكاربية طب والصورة التانية قطعين بقى وهم بيركبوا المحطة نفسها ونوريك الاجزاء من الداخل قادي التوربين وقادي المولد في الاخر خالص هنا وشوف بقى هنا حضراتكم الفنيين وحضراتكم المهندسين ان شاء الله ليكم جميعا هنتم اللي بتعملوا الكلام ده بتاخدوا العلم واتطبقوه على الطبيعة طب ويهده كمان ده مولد بطاقة صغيرة مولد بطاقة صغيرة عن طريق الهينا الالة المحركة بتبقى محرك صغير وعندك اجهز القياس موجودة تشوف الضغط بتاعك الجهد او الامبير او القدرة بالوض وده ده بنسميه التوربين المجري دي بعض صور لالالات المديرة للمولدات التوافقية احنا بنقرب وجهة النظر وحنشرح كل تفصيل ان شاء الله واسئلكم بإذن واحد احد هنحاول نجاوب عليها بالكامل الصور اللي احنا شفنا دي هتشوفها على الطبيعة طب في حاجة حضرتكم بتلمسوها الدينموات العربية الدينموات الطرابية بصغير كده احنا جايبين مجموعة كاملة طبعا ما جابناش مطور العربية وحطناها ادي الدينموات الطرابية صورنا هذا الكلام وبنقرضه لحضرتكم بنربط ازهانكم بالواقع عشان ما تطلعش تقول لا انا ما شفتش ازهانكم بتبقى عندك صورة وخلفية لانواع الالة المديرة للموالدات التوافقية ابنانا هايزين بقى نخش بالبروفيشنال بتاعتنا كمان ونشرح شكل الموجة الجايبية للثلاث الأول سؤال لحضرتكم من اولا كده اسئلة اه الموجة الجايبية السلاسية الأول الفرق بين كل وجه والآخر زاوية كام طيب ماشي ماشي بتجاوية التلاثين ماشي تلتمائة وستين على تلاتة احنا عرفناها من اول الحلقة الزاوية الدائرية للموجة الجايبية تلتمائة وستين وحضرتك قلت لو مواصل اتنين تلاتة ستة هاسم تلتمائة وستين على عدد الملفات تديني الزاوية بين كل وجه الزاوية بين كل وجه والآخر في الثلاث الأوجو مقدار الزاوية الدائرية تلتمائة وستين على تلاتة هتديني مية وعشرين درجة صح طيب نسبتها ولا نشوفها على شاشتنا بالألوان تعالوا نشوف مع بعض كده ايه ده دي جيب مظبوطة هي الاي واحد عند زاوية التسعين بيديني أقصى قيمة خبالك من الاي اتنين اللي هو اللون الأصفر بالنسبة اللي في تقدم بالنسبة له هنا آه دي هنا فعلا زاوية تسعين تبويه تلاتة اللي هو بالنون الأبيض اتا حضرتك بتقول لنا مية وعشرين مش شايفان ماشي حاضر مش دي هنا غيرت هنا تسعين صح بداية الوجه التالت كام هنا تسعين فرق تلاتين تبقى كام مية وعشرين ركز آه دي هنا تسعين قبل منها التلاتين آه بعد متين وكان متين واربعين صح كده فعلا هتلاقي هنا متين وسبعين قبل منها التلاتين متين واربعين يبقى صفر مية وعشرين متين واربعين في الآخر الثلاثة مع بعض زاوية دائرية مختار واحد تلتمية وستين مش واضح قوي طب بصوا كده على شاشتنا الجميلة في الرسمة اللي جنبها برافو عليكم برافو عليكم بصوا كده معايا انا هنا هو. ده كام? صفر. عمل زاوية كام? بص الساعة طالع لك بزاوية كام? مية وعشرين. ركز ما بين الاول والتالت زاوية كام? ميتين واربعين. الزاوية الدائرية هنا كام? ما بين الاول والتاني والتاني والتالي والتالت والاول. الرسمة اللي جاي هتبقينها لك. الاول والتاني زاوية كام? ميتين وعشرين. والتالت والتاني والتاني والتالت كام? مية وعشرين. والاخيرة والاولاني كام? مية وعشرين. خدت بالك من حاجة كده? اه. زي ما قلت يا مستر بص كده? زاوية دائرية مقدار وقت? تلتمية وستين درجة. برافو عليك. عدد الملف. طب حضرتك بتقول هزا الكلام ليه? ان شاء الله بازن الله تكمله جميعا المعاهد وكلية الدكاترة اللي كانوا بقدرسونا كان تمالي يقول لنا طب احنا عايزين نحط ست ملفات. يبقى الزاوية كام? اسزتنا لأفاضل ربنا يبارك فاعمرهم جميعا كان يقولوننا اخدوا والكم الزاوية الدائرية. حط فيها ست ملفات. تلات ملفات هي اسم الزاوية دائرية على عدد الملفات. فكنا على طول معه اسزتنا لأفاضل ربنا يبارك فاعمرهم نقولوا الزاوية الدائرية على ستة يبقى ستين. فكانوا ينبصوا كانوا بيزودوا معانا الطاقة العلمية لأ تقال انتو مذاكرين كويس كانوا بيدونا العلم ببراح لان احنا كنا محضرين حضراتكم ان شاء الله كنوا الافضل بازن الى البلدنا تعالوا نشوف بعد كده بعد الزاوية الدائرية التلتمية وستين للموجة الجايبية هنشوف حاجة جميلة جدا ايه هي تركيب المؤلدات التزامنين تركيب المؤلدات التزامنية انا الى اه حضرتك وقف شوية عضو ثابت وعضو دائر رفع ليك اي الى في الدنيا عضو ثابت وعضو دائر اي جهاز مفروش اجزاء متحركة يبقى هنا عندي المؤلد خلفية الجميلة من زملائنا الافاضل في المدارس عضو ثابت وعضو دائر العضو الثابت يشتمل على ايه هيكل خارجي وهنقول يصنع من ايه رقائق العضو الثابت ثم ملفات العضو الثابت العضو الثابت يشتمل على ثلاث حاجات الهيكل الخارجي رقائق العضو الثابت ملفات العضو الثابت والعضو الدائر ينقسم لنوعين ها بتقول لي فضل ان يكون العضو الدائر والاقطاب حاضر كده يبقى انتباه عشر على عشر تمام رب عليكم تمام تمام ها نقول لها تاني تركيب المؤلدات التوفقية عضو ثابت وعضو دائر العضو الثابت يشتمل على الهيكل والهيكل يصنع من مادة غير مغناطيسية الهيكل يصنع من مادة غير مغناطيسية ما بين قسين الصب الملحوم الالمونيوم الانتيمون مادة لا تتأثر بالمجال المغناطيسي وظيفتها افتكر الاميس اللي انت لابسه حماية يبقى الهيكل الخارجي حماية الالة من الصدمات الخارجية رقم اتنين حمل رقائق وملفات العضو الثابت العضو الثابت واحد يتركب من الهيكل الخارجي يصنع من مادة غير مغناطيسية ما بين قسين الصلب الملحوم اي المنزوع منه قابلية للمغناطة او الالمونيوم او الانتيمون وظيفته حماية الالة من الصدمات الخارجية اتنين حمل رقائق وملفات العضو الثابت رقم اتنين وحضركوا هتجاوبوها رقم اتنين قلب العضو الساكن رقائق العضو الثابت تصنع من حاول علل واشوفكم بقى فعلا مذكرين ولا لا تصنع من شرائح السلب السيليكوني المجمع والمعزول عن بعضها تبهدوا عليها حاضر صح لتفادي الطيارات الاسرية ومفقيد الحديدية دايما اي رقائق محول مولد محرك من الصلب السيليكوني المعزولة والمجمع مع بعضها السؤال بيقول لك علل لتفادي الطيارات الاسرية والمفقيد الحديدية تقللها حاليا في العلم الحديث ده بدأوا يعملوا سبيكة اسمها سبيكة بالمالوي كسافة المناطسية بتاعتها عالية جدا والممانعة المناطسية بتاعتها اقل الاساس بتاعنا صلب سيليكوني زودوا ايه بعد كده حضراتكم ان شاء الله تدرسوها في المعاهد وكليا تمام بالعضو السابت على هيكل رقائق العضو السابت هذه الرقائق على هيئة الدوائر مشقوق بسطحات داخلي مجاري هذه المجاري تلات انواع مجرى مفتوحة سد العالي برفض عليك شباب نصيح ونصف مفتوحة وحضراتكم هتلمسوها في المعامل والورش بتاعتنا في المدارس كلها والمجرى المغلقة وهي غير مستخدمة كثيرة طب تالت حاجة الملفات الملفات تصنع من طبعا كلنا عارفين احنا فنين كاربا سلك النحاس الاحمر المعدول بتحضرتك بتشرح ما عايزين نكتب طيب شوفوا شاشتنا هتقولها لنا ازاي بالكتابة واكتبوا معنا تركيب المغلقة مترزة من المتردد واحد العضو الثابت رقم اتنين العضو الداير نبدأ مع بعض قادي تركيب المغلقة قطاع كامل بص الصورة واضحة ازاي العضو الثابت قادي الهيكل وقادي العضو الداير اللي يتعتبر بإحنا بنسميها في الحالة عملية المبينة وقادي عمود الدوران وحلقات الانزلق او الطرق بتحط عليها ده احنا هنا ققطاع على اساس تشوف ده انتها تشوف صورة كمان اجمل ايه رعيك بس ده قريب من المحرك اقولك اه بس تركيبه بنسبة تسعين في المية من المولد احنا بنقرب وجهة النظر عشان تبقى واخد من الحالة عملية مع الحالة النظرية ادي الهيكل وادي العضو الداير وحتى الروزيتا اللي موجودة وادي حلقة التعليق اذا وفي مولدات ممكن تتعلق اه في مكان عالي طب ايه رأيكم في رسمة المولد بالكامل من اوله لاخره طبعا احنا لو شرحنا التركيب عليه يبقى الحالة كلها تخلص لكن احنا هنشرح بالتفصيل على كل جزء لو احنا قلنا الكلام ده هتلاقيه كام حالة اتنين وتلاتين حاجة اتنين وتلاتين وحدة بنعمل فيه وتلاتة وتلاتين واربعة وتلاتين كمان حتى جايبين لك القعدة بتاعة المولد نفسه عليها رقم هنا دي ايه هنقولك عليها هنا دي العضو الداير ملفات العضو الداير حلقات الانزلاق الفرش الكربونية بكل تفاصيلها بكل تفاصيلها النا طب ايه رأيكم حد ييه بيكتب معنا شايفين الرسمة دي يلا قلوا بقى هنا ايه رأيكم بقى رقم واحد الجسم الخارجي للمولد رقم اتنين شبكة في غطاء المولد للتهوية رقم تلاتة اللي يا مروحة رقم غطاء كراس المحور اللي يا رمان البالي اربعة حلقة مسافة لتحديد الدوران حيدور يمين ولا شمال رقم خمسة عمود الدوران اللي احنا بنقول عليه الاكس بالنسبة لنا او المبينة رقم خمسة قابور عمود الدوران عشان يعمل عملية زن ما يمطرش منك في الدوران سبعة كراس المحور اللي رمان البالي تمانية غطاء كراس المحور الخارجي بالنسبة لتسعة وعشر حلقة الغطاء الواقل الرافع عشان لما تجي ترفع المولد رقم حداشر وجه غطاء المولد اتناشر العضو الدائر هتلاقي الرسمة قدام منك بالتوضيح وانت بتكتبها كأنك شايف المولد وتقول دي كزا وتكتب دي كزا وتكتب دي كزا وتكتب وانت بتكتبها قينك بتشتغل دماغ بتفهم لسانك بيرضد ايديك بتتعود على الاجابة صح صح تعالي نشوف بقى بعد كده رسمة تانية وما هو العضو الثابت العضو الثابت هو العضو الذي يحمل الملفات والتي يتولد بها الطيار الكارب انت حرك سكت ليه وقلتها كده بالتفصيل المولد المنتج هو العضو الثابت يبقى ملفات المنتج ايه المسؤولة عن توليد ربعليكم الطيار الكارابي او القوات دفعة الكارابية مهمة جدا لان نص المنتج التاني هنعكس هزا الكلام وايه تاني معاه تعالوا شوف صورت بقى هنا بالتفصيل بقى ادي العضو الثابت عبارة عن ايه الهيكل الخارجي ودي حلقات التعليق بتاعتي ثم رقائق العضو الثابت عبارة عن دوائر مشكوك بسطحها الداخلي مجاري طولية توضع بها الملفات طب احنا بنجيب الاشكال او الشكل يبقى ايه مؤقت الكلام مع الشكل يبقى انت هنا واخده نظري وعملي وزملائنا الافاضل في التدريبات العملية والورش عندهم هذا الكلام كمان زملائنا الافاضل ربنا يحميهم ده ما بيعملوا زيارات للمصانع بتشوف الكلام ده على الطبيعة احنا همينا انت انت ثروة اللي موجودة البشرية انك بتاخد الحاجة نظري وتروح المصانع مع زملائنا الافاضل في المدارس بتشوف الحاجة على الطبيعة خارج راجل فني تقيل في مادتك تقيل في عملك تقيل يعني مش تقيل الوزن تقيل في المادة العلمية والعملي تقيل فاهم اه هتشوف الكلام ده تبتلي تشرح يبقى الراجل وانت رايح تكمل دراستك ان شاء الله في المعادة وكليات الدكاترة شايفينك مستوعب شايفين الرجل اللي جاي مهندس لبلد نجمي تعالوا نشوف العضو الثابت احنا شفناه نشوف ايه كمان معاه العضو الثابت يتركب من احنا قلنا ايه برافا ليه الهيكل الخارجي يصنع من المادة غير ما تنصيها وقلنا وظيف رقم اتنين رقم ثلاثة ملفات المنتج تصنع من سلك النحاس الاحمر وتلاقون سكت الملفات عندي بالنسبة لي لابد انها تكون كام هنا تلات اوجه بص هنا شاشتنا بتقول ايه توصل ملفات العضو الثابت بعد اتنم عملية اللفت اما على شكل نجمة واحنا عارفين يعني ايه نجمة اما على شكل دلتا وعموها تفضل توصيلة النجمة للمولدات تفقيل اسباب الاتية واحد في حالة توصيلة النجمة تكون قيمة جود الوجه مساوية لقيمة جود الخط مقسومة على جهز التلاتة وقلنا الفاس بتساوي الفاس بتساوي الفي ال على جهز التلاتة يبقى هناك قدرة بتاعتي او الضغط بتاعها خمسمية سبعة وسبعين من الف اي بتقل الاسلاك رقم اتنين تقل ايضا كمية المادة العازل مدام السلك ال وتكاليف العازل رقم تلاتة في حالة توصيلة النجمة تنعدم التفقية التالتة ومضاعفات وبالتالي يتحسن شكل الموجه الجايبين رقم اربعة بنعمل توصيلة النجمة ودي بقى حضرتكم بتوع قاربة يعني مش كده ولا ايه توصيلة النجمة يمكن الحصول منها على اكثر من جهة لان النجمة الار والاس والتي وطرف النيوترال الميديام باين نقطة التعادل اخد منها الار مع الام بي ونور بيهم شقة الاس مع الام بي شقة تانية اتي مع الام بي نور بيهم شقة تالتة ممكن اخد التلات اطراب اشغل بيهم ورشة ابناء لو بناتنا بهنا النهاردة ان شاء الله يكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم يا رب كده تتحية لكم جميعا بالسعادة علينا باذن الله وبالتوفيق والنجاح ليكم لأفضل ثروة خلقها ربنا في العالم البشر يا رب دايما يحفظ بلدنا ويحفظكم ودايما بالتوفيق لكم جميعا والى اللقاء في الحلقات القادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته